اختبارات التجلط Coagulation Tests هي اختبارات دموية يتم عملها للتحقق من وظيفة واحد أو أكثر من عوامل التجلط، حيث إنه إذا كان أي من عوامل التجلط مفقودة أو بها عيوب، فهذا سيؤدي إلى حدوث نزيف بشكل حاد بعد أي إصابة. وتتمثل اختبارات التجلط فيما يلي. واحد، اختبار زمن وقف النزيف Bleeding Time BT ويهدف إلى معرفة مدى سلامة الأوعية الدموية ومعرفة مدى وسلامة عدد الصفائح الدموية وخلوها من العيوب الوظيفية. اثنان، اختبار زمن البراثرومبن Prothrombin Time BT ويهدف إلى معرفة مدى سرعة عملية التجلط ومدى فاعلية عملية التجلط في المسار الخارجي. يتراوح الزمن الطبيعي لزمن البراثرومبن من 11 إلى 16 ثانية. ثلاثة، اختبار زمن الثرومبوبلاستين الجزئي Partial Thromboplastin Time PTT ويهدف إلى معرفة مدى نشاط عوامل التجلط الموجود في المسار الداخلي لعملية التجلط. يتراوح الزمن الطبيعي لزمن الثرومبوبلاستين PTT من 25 إلى 35 ثانية. أربعة، اختبار زمن الثرومبين Thrombin Time TTT ويهدف إلى معرفة مدى نشاط عمل الفايبرونجن. يتراوح المعدل الطبيعي لزمن الثرومبين TTT من 16 إلى 22 ثانية في حالة تخفيف محلول الثرومبين بنسبة 1 إلى 31. ومن ثمان إلى عشر ثوان عند تخفيف محلول الثرومبين بنسبة 1 إلى 11. خمسة، قياس تركيز عامل الفايبرونجن فيبرونجن كونسنتريشن وأهدف إلى معرفة قياس تركيز الفايبرونجن في البلازما. يتراوح المعدل الطبيعي ما بين 160 إلى 440 ميلي جرام لكل دي سي لتر. 6. اختبار قياس تركيز الفايبرون Fibron Nigen Fibron Degradation Products ويهدف إلى معرفة نسبة تحلل الجلطة حيث تتكون جزيئات الفايبرون حيث تدل الزيادة في نسبتها على زيادة تكسير الجلطة علماً بأن الأشخاص الأصحاء تحتوي البلازما لديهم على كمية قليلة من جزيئات الفايبرون. يتراوح المعدل الطبيعي ما بين 250 إلى 500 نانو جرام لكل مليلتر. 7. اختبار الكشف عن مرض الهيموفيليا ألف واباء هيموفيليا A&B وأهدف إلى معرفة تركيز العامل الثامن بالنسبة لهموفيليا A ومعرفة تركيز العامل التاسع بالنسبة لهموفيليا B 8. اختبار قياس تركيز عوامل التجلط الأخرى مثل عوامل التجلط العامل السابع الحادي عشر الثاني عشر 9. اختبارات قياس نشاط موانع التجلط الطبيعية Natural Anticuagulants وتهدف إلى تشخيص النقص الوراثي أو المكتسب كما هو الحال في بعض الأمراض مثل مرض الكبد وتتمثل هذه الاختبارات في اختبار قياس نشاط بروتين S Activity of Protein S وتراوح المعدل الطبيعي من 70 إلى 123% اختبار قياس نشاط بروتين C Activity of Protein C ويتراوح المعدل الطبيعي من 70 إلى 140% اختبار قياس نشاط مضاد الثرومبين ثلاثة Activity of Antithrombin III أما عن المعدل الطبيعي فيتم باستخدام جهاز Spectro Photometer وتختلف النتيجة من كت إلى آخر 10. اختبار الكشف عن الأجسام المضاد التي تؤثر على عملية التجلط وتهدف إلى الكشف عن مرض الذئبة الحمراء الجلطات مجهولة السبب والإجهاض المتكرر لدى الحوامل من النساء